في الوقت الذي لم يتوقف فيه إدراب المواثلين والكتاب في هوليوود للمطالبة بتعويضات عادلة وحمايتهم من تعد الذكاء الاصطناعي على مجالات عملهم نشرت منصة نتفليكس إعلانا صب مزيدا من الزيت على هذا الغضب في الإعلان تبحث نتفليكس عن وظيفة تتعلق بالذكاء الاصطناعي وتنضوي تحت قسم التعلم الآلي المحظوظ ربما تكون أنت سيحصل على الوظيفة سيحصل أيضا على راتب سخي جدا بل جدا بل جدا يصل إلى 900 ألف دولار سنويا نتفليكس التي سبق وأن أكدت أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل مكان العمل الإبداعي الأصلي تواجه بهذا الإعلان غضبا متزايدا من قطاع العاملين في قطاع الترفيه في وقت بدأ فيه نحو 160 ألف ممثل وسينمائي وتلفزيوني أمريكي في الرابع عشر من يوليو الجاري إضرابا يضاف إلى ذلك الإضراب آخر ينفذه كتاب السيناريو للمطالبة بزيادة أجورهم التي تشهد ركودا في زمن منصات البت التدفق نحكي هنا عن نتفليكس وشقيقاتها وأيضا الحصول على ضمانات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي إعلان نتفليكس أغضب كثيرا من العاملين في قطاع الإنتاج الفني الممثل روب تيلاني مثلا هنا يعلق على الإعلان بالقول 900 ألف دولار في السنة لجيش الذكاء الاصطناعي الملحد صراحة أستغرب هذا الوصف يكمل في وقت يمكن أن يؤهل هذا المبلغ 35 ممثلا وعائلاتهم للحصول على تأمين صحي هذه منطقية أما كاتبة السيناريو إليزابيت بن جامين فتستغرب أيضا من أن تنشر نتفليكس مثل هذه الإعلانات في ذل قلق الممثلين من الذكاء الاصطناعي بحسب رأيها